لو ساءت الأفعال أو طاقت الأحوال لو جاءت الأحلام ثقلاك مثل جبال لو ساءت الأفعال أو طاقت الأحوال لو جاءت الأحلام ثقلاك مثل جبال ها هو الشراء مدو الشراء ها هو شراء ها هو شراء مدو الشراء فيما عكب الدنيا طولت لنا الأيام لينفع البهتان يا سيد الإنسان يا صاحبي هيا نطول لولا قيا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مشاهدين أهلا ومرحبا بكم في رحاب برنامجكم الشراع الذي يأتيكم من قناتكم قناة القرآن الكريم خامسة التلفزيون الجزائرية الإبتلاء سنة ماضية لجموع السائرين إلى المولى عز وجل جعله الله سنة ربانية ثابتة يزين فيها عباده ويختبر فيها صدق إيمانهم وصلابة مواقفهم وحسن ظنهم بربهم جل وعلا ومن الإبتلاءات التي ابتليت بها الأمة جمعاء بشقيها العربي والإسلامي الإبتلاء الذي يقف فيها أهلنا في غزة وفي فلسطين ينافحون عن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى برضى وصبر وقوة إيمان وضع نقاشنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة بحول الله تعالى بين مبتلى ومعفى نتحدث عن الحكم من الإبتلاء وهل هو امتحان أم جزاء ونشير إلى مختلف الأسباب التي تعيننا على الصبر على البلاء وأطفال غزة يجسدون أسمى معاني الرجولة والعزة ويقدمون للعالم بأجمعها درسا في التربية والصبر إذ بنا نتساءل كيف تربى هؤلاء الأطفال وهل هم مثل أطفالنا طفان الأقصى ومعركة الكرامة ما هي الدروس التي يجب أن نتعلمها من هذه المعركة هي نقاط من بين أخرى ابقوا معنا على مدار ساعة من الزمن بحول الله تعالى ومن قبسات أنوار القرآن ومن هدي خير الأنم نضبط الشراع في ركن الوتد ولنعود بحول الله تعالى تحية طيبة مباركة مشاهدين وأهلا ومرحبا بكم في ركن الوتد من برنامجكم الشراع في رحاب العدد بين مبتلى ومعافى ونرحب باسمكم جميعا بالإمام والأستاذ محمد بالعلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تحية لك أستاذة تحية لكل مشاهدي ومشاهدات قناة القرآن الكريم وللقائمين على هذه القناة المباركة وتحية لإخواننا في غزة العزة في فلسطين الحبيبة وتمنين لهم النصر والتمكين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير يصب منها الإبتلاء سنة كونية وضرورة إيمانية والعبد المؤمن يوقن أن الأمور كلها بيد المولى عز وجل لكن أحيانا قد يضعف هذا اليقين عند البلايا والمحنة التأصيل الشرعي للموضوع شيخنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه عليه الصلاة والسلام شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الإنسان في هذه الحياة ليبتليه وليختبر ثم بعد ذلك ليعطي كل واحد من الناس على حسب هذا العمل في هذه الحياة فمن يعمل متقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل متقال ذرة شر يرى الله عز وجل قال في كتابه العزيز لقد خلقنا الإنسان في كبد في تعب في نصب في امتحان في اختبار هذا الامتحان والاختبار والابتلاء أراده الله عز وجل ليكرم به هذا الإنسان يبتليك الله عز وجل ليجتبيك سبحانه عز وجل ليرفع من قيمتك ليجعلك تنال تلك الدرجة العالية عنده حتى أنه يوم القيامة حينما يعطي المولى عز وجل الأجر لأولئك الذين ابتلاهم واختبرهم وامتحنهم يقول أولئك الذين ربما كانوا يعيشون في عافية يا ربي ونحن فيقول الله عز وجل أولئك الذين ابتليتهم اختبرتهم وامتحنتهم في هذه الحياة الدنيا فيقولون يا رب إذا كان الأمر هكذا كنت أيضا عليك يا ربنا أن تمتحيننا وأن تختبرنا وأن تبتلينا في هذه الحياة والابتلاء لا ينجو منه أي إنسان الله عز وجل قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل بل إن الله عز وجل بيّن بأن هذا الإنسان المؤمن هذا الإنسان الصالح هو أكثر الناس ابتلاء في هذه الحياة ولذلك يأتي الحديث الذي ذكرته أستاذنا الفاضي لا قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام من يحبه الله يصب منه بمعنى يبتليه ويمتحنه ويختبره سبحانه عز وجل قال الله عز وجل ألف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فإذا كانت العلاقة بين الإنسان والإنسان بين الإنسان وصاحبه لا بد أن تمر بتمحيص وامتحان فالعلاقة بين الله عز وجل وبين عباده لا بد أن تمر بهذا التمحيص والامتحان وليمحص الله الذين آمنوا هكذا يقول ربنا سبحانه عز وجل في سورة البقرة يقول ربنا تبارك وتعالى أمحصبتموا أن تدخلوا الجنة ولم ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وفي سورة آل عمران يقول ربنا سبحانه عز وجل أمحصبتموا أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فلا بد أن يمر الإنسان بهذه الإبتلاءات والاختبارات والامتحانات ويعلم المؤمن أن ما أصابه من عند الله عز وجل فيه الخير كل الخير لهذا الإنسان ولذلك انظر إلى قوله عز وجل حينما يتكلم عن الإبتلاءات وما يصيب هذا الإنسان قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لنا هي مصيبة ولكن لنا كأن الله عز وجل يقول لنا يا عبادي أنا رؤوف رحيم إن ربي لطيف لما يشاء حينما أقدر عليك شيء وأمتحنك بشيء وأختبرك بشيء إنما أريد لك الخير قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولذلك المؤمن إذا أصابه شيء وشيقل إنا لله وإنا إليه راجع أنا ملك لله والله عز وجل حاشاء أن يعتدي على ملكه إنما إذا قدر شيء أعلم أن الحكمة من إرادة الله فيها خير لي في سورة الكهف تثقب السفينة ولولا أن السفينة ثقبت لأخذت في سورة الكهف شاب غلام يقتل ولو لم يقتل لأرهق والديه ولكان سببا في كفرهم وعذابهم في سورة الكهف يقام الجدار ولولا إقامة هذا الجدار لضاعت حقوق اليتامة فالله عز وجل كل شيء عنده بحكمة لذلك المؤمن يطمئن إلى ما يأتيه من عند الله وفي كل مرحلة من المراحل لابد أن يعبد الله عز وجل بما تقتضيه تلك المرحلة في مرحلة البلاء في مرحلة الصراء هنا تستخرج من قلب العبد المؤمن عبوديات لله لا يمكن أن تستخرج منه إلا في تلك اللحظة ولذلك قال الحبيب عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله وليس ذلك إلا للمؤمن فالمؤمن يوقن بمحبة الله له ويوقن بتقدير الله عز وجل الخير له فيعيش مطمئنا سعيدا كل شيء يراه في هذه الحياة يعلم أن الله عز وجل إنما يريد له الخير يرى مؤمن مبتلى ويرى مؤمن معافى ويرى عاص مبتلى ويرى عاص معافى وكل ذلك ابتلاء لهذا الإنسان المؤمن يرى الظلمة ربما يتجبرون ويتكبرون ويتغون ويرى ربما مؤمنون وصالحون ومؤمنون ولكنهم يقتلون ويشردون قال الله سبحانه عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار فنسأل الله عز وجل أن يرضينا عن كل ما يقدره الله لنا سبحانه عز وجل اللهم إنا نسألك الرضا والتقى والعفاف والغنى بحول الله تعالى اللهم ردنا إليك ردا جميلة صلوا وسلم وباركوا مشاهدين على حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا للصبر والرضا ومشاهدين فسحة إنشادية ولنا عودة بحول الله يا بحر الكمال والجمال يا محمد يا بحر الكمال والجمال يا محمد بول كنتي مال العز حب طهر رسول الله بول كنتي مال العز حب طهر رسول الله بول الخاتم الكريم قول الخاتم الكريم قول الخاتم الكريم أنتني بالملاكة لكن زي أنتني بالملاكة لكن زي وانثلت بماته لحلم الجليم أرضاه من الخيار أبنو هاشم والطفاق أرضاه من الخيار أبنو هاشم والطفاق قول كنزي قول كنزي قول كنزي كمال العز حب طهر رسول الله قول كنزي كمال العز حب طهر رسول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صلوا وسلم وباركوا ومشهدنا الأكارم على خير الأنام ونرحب باسمكم جميعا بالدكتور المختص في الدراسات الإسلامية خالد يونسي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك سيدتي وشاكر لكم هذه الدعوة الكريمة ومن خلالكم أبث التحية خالصة لكل من يتابعنا داخل الوطن الجزائري وخارجه برك الله فيكم استاذنا ودكتورنا خالد يونسي بعدما تطرق شيخنا محمد بالعالي إلى الابتلاء بأنه سنن ورحمة للعباد يصطفي الله عباده من يشاء ليبتليهم وعلى المؤمن الصبر واحتساب الأجر بحول الله تعالى أعظم صبر يكون في الجهاد وفي الرباط وتحت ظلال السيوف وقصف المدافع وعند البحث عن الوالد والوالد تحت الأنقاض والركام في جنح الظلام ورائحة الموت في كل مكان للأسف في سياق حديثنا عن العافية والابتلاء معركة طفان الأقصى معركة الكرامة علمتنا دروس يجب أن نعيها جيدا ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني أشكرك على هذه الفصحة التي حباك بها المولى عز وجل وقد لخصت تقريبا كل شيء ماذا تركت لي؟ تركت لكم الإسهاب ما شاء الله لقوتينا بالله هذا من توضعكم الله يبارك فيك كما تفضلت سيدتي الكريمة نعم هي معركة حقيقية عندما نتحدث عن الجهاد أو نتحدث عن الرباط أو نتحدث عن بارقة السيوف كما يقال فإنما نحن نتحدث عن قضية نؤمن بها ونتبناها ونعيش لها وكما قال بعض المفكرين القضايا والأفكار كأنها كائنات حية نعم فكما يشترط في الكائن الحي أن يقتات ليعيش كذلك الأفكار لابد لها أن تقتات لتعيش نعم فمن أين تقتات الأفكار تقتات من قلوب الذين يؤمنون بها ويعتنقونها ويعيشون لها فالقضية الفلسطينية والمعركة القائمة اليوم في غزة أو في أرض فلسطين هي معركة كونية هي ليست مجرد معركة أو مجرد حرب هي قضية كونية كبيرة وكبيرة جدا لأنها تتعلق بالميراث السماوي فبعد أن أعطى المولى عز وجل بني إسرائيل الميراث ولم يكونوا في المستوى فما رعوها حق رعايتها نزع منهم هذا الميراث وأعطي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ولعلك تلاحظين معي يا سيدتي أن هذه الآية الكريمة فيها توسع لما تعلق الأمر بدعاء سيدنا إبراهيم عندما تلقى التكليف من المولى سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين بينما لما تعلق الأمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم توسع المولى سبحانه وتعالى وقبل الظالمين قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وقد ذكر الظالمين لأنفسهم في بداية السياق دفعا لما قد يتوهم من أنهم غير مرادين فأكد هذا الأمر إذن المعركة معركة كونية معركة تتعلق بالميراث تتعلق بالخلافة الخلافة منصب كوني ووظيفة وجودية هكذا كانت قصة بدء الخلق وسوف ينتهي هذا العالم وهذا الوجود وهذه النشأة كلها لندخل في نشأة أخرى ينتهي هذا الأمر بهذه المعركة الفاصلة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة عليه وسلم ربط المعركة القائمة اليوم في أرض فلسطين بآية الله الكونية لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهودي فيختبئ اليهودي وراء الشجر ووراء الحجر فينطق الله الشجر وينطق الحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله إن ورائي يهوديا تعالى فاقتله محل الشاهد أن علامات الساعة وقيام الساعة يعتبر حدثا كونيا فقارن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الحدث الكوني وبين هذه الحرب لبيان أنها حرب كونية متعلقة بالميراث وأصلا التكليف بهذا الميراث هو أكبر قضية كونية الله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان أصلا إلا ليحمل هذا الميراث ولذلك لعلك ولعل المشاهد الكريم يلاحظ أن الوظيفة ذكرت في القرآن الكريم قبل أن يذكر الإنسان الذي كلف بهذه الوظيفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة كان ذلك قبل خلق الخليفة نفسه وهو آدم في سورة الرحمن مثلا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يعني السياق بكل بساطة هو هكذا الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن وعلمه البيان ولكن لماذا ذكر تعليم القرآن قبل خلق الإنسان لبياني أن الإنسان لو لا هذه الوظيفة التي يحدد ملامحها القرآن الكريم لما خلق أصلا هذه الوظيفة هي العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذن الخلق من أجل العبادة يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم طيب كيف نفسر العبادة كيف نفهمها هي الإبتلاء إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتله فالإبتلاء مقصد أساسي من مقاصد الخلق وماذا يقصد بالإبتلاء هو تكليف الإنسان بهذه المهمة يعني تكليف الإنسان بالميراث النبوي وهو ما كلف به سيدنا إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات الله عز وجل أرد أن يقول وإذ كلف الله إبراهيم ولكنه عوض أن يستخدم كلمة التكليف استخدم كلمة الإبتلاء ووقع في الآية الكريمة تقديم وتأخير أصل الآية الكريمة وإذ ابتلى الله إبراهيم ولكن السياق جاء هكذا وإذ ابتلى إبراهيم ربه لماذا ذكر لفظ إبراهيم قبل لفظ الرب حتى يقترن لفظ إبراهيم بلفظ الإبتلاء فيبين الله سبحانه وتعالى كثرة ما ابتلي به إبراهيم بهذا الأسلوب في التقديم والتأخير والابتلاء الذي ما يحدث الآن في غزة هو ابتلاء وهو الذي حدث في تاريخ الإسلام وهو الذي حدث في تاريخ الرسالات وفي تاريخ الأنبياء التاريخ حافل بقصة الصراع بين الحق والباطل فهذا الإبتلاء في الظاهر هو شيء قاس ومؤلم عندما نرى الأشلاء ممزقة والدماء مسكوبة وعندما نسمع الأنين والصيحات ونرى مشاهد لا طاقة لنا برؤيتها فنحن نتألم هذا ظاهر الأمر هذا هو الابتلاء أما في حقيقة الأمر فالابتلاء هو أعظم مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل لذلك جاء في الحديث إذا أحب الله عبدا ابتله ما معنى إذا أحب الله عبدا إذا اصطفاه لأن يحمل رسالة التكليف فيبتله بهذا التكليف ويكون الإختيار الأشلاء الممزقة والأجسام الدامية رغم فضاعتها إلا أنها في ميزان الله عز وجل تعتبر كرامة ووساما اختيار ويتخذ منكم شهد كل ما في الأمر أن معركة الحق والباطل معركة المراث هذه المعركة الكونية حتى نفهمها لابد أن نعود إلى ملامحها في كتاب الله عز وجل ولا نستطيع يا سيدتي أن نفهم هذه الملامح في كتاب الله عز وجل إلا إذا عشنا نفس الظروف التي نزل فيها القرآن الكريم وهي الصراع بين الحق والباطل عندما نخوض هذه المعركة ونحمل هذا الميراث ونستجيب لداعي التكليف هنا ندرك حقيقة ونفهم فعلا المعاني التي جاء بها القرآن الكريم وأختم كلمة احتلاء طيل نعم لماذا يستدعي القرآن الكريم أن نخوض نفس الظروف التي نزل فيها حتى نفهمه كشرط أساسي لأن القرآن الكريم فيه أسرار وأنوار يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقضي عجائبه من عجائب القرآن يا سيدتي كما يقول شيخون الشعراوي رحمه الله أن فيه حقائق مكهفة ظاهرها شيء وباطنها شيء آخر كقصة يوسف والخضر موسى والخضر عليه السلام في الظاهر موسى رفض الأمر شريعة ولكن في حقيقة الأمر كان الأمر مختلفا لأنه كان حقيقة فجاء بهذه القصة في سورة الكهف لبيان أنها حقائق باطنية مكهفة لا يمكن للإنسان أن يدركها إلا إذا كان أهلا لتلقي أنوار وفيوضات القرآن الكريم فهذه المعاني معاني إيمانية راقية جدا هي التي يجسدها إخواننا اليوم في أرض غزة وفي أرض فلسطين بارك الله فيكم واللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا والصبر هو فعلا من أعظم الأخلاق التي يحتاجها المرء في حياته وصبر أهالي فلسطين وثباتهم وإيمانهم يدهش العالم برمته شيخنا محمد بالعالي قال العلامة ابن القيم أرحمه الله والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة فما هي أسباب الصبر على البلاء بارك الله فيك دكتور على هذه الفيوضات حينما نتكلم عن الإنسان المؤمن وهو يوقن بأن له رب كريم لا يريد له إلا الخير فهنا يطمئن لأقدار الله ولقضاء الله سبحانه عز وجل أشار الدكتور إلى قصة سيدنا موسى مع الخضر المسلم حينما يعلم أن ما يأتي من عند الله عز وجل فيه خير لهذا الإنسان فالأكيد أن هذا يدفعه للصبر لماذا؟ ويطمئن قلبه أنا ملك لله والله عز وجل رحيم بعباده إن ربي لطيف لما يشاء فالمسلم وهو يوقن بأن له مولا هو الله في الآية قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا إذن ربي مولاي الله سبحانه عز وجل هذا الصبي الصغير الذي يقطع اليوم أشلاء هذه الأمة اليوم التي تحرق هي نعم جنازات في الأرض ولكنها أعراس في السماء ويتخذ منكم شهداء إذن ربي عز وجل قدر هذا الأمر ليختار هؤلاء للدرجة العليا عنده سبحانه عز وجل أنا ماذا أملك؟ أملك إلا أن أصبر لله وأرض عن الله سبحانه عز وجل فمن بين الدوافع إلى الصبر هو أن يوقن الإنسان بأن له رب رحيم كريم حكيم لطيف لما يشاء ثم بعد ذلك من الأسباب التي تدفع الإنسان إلى هذا الصبر هو الثقة الثقة في الله سبحانه عز وجل في غزوة أحد وحدث الذي حدث وشقت خد النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وأسقط في الحفرة وهو ينظر إلى أصحابه عليهم رضوان الله ينظر إلى حمزة وقد جدعت أنفه وقطعت أذنه وبقر بطنه ينظر إلى أنس بن النظر إلى كثير من الصحابة سبعين شهيد رضوان الله عليهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام يقولهم استووا حتى أثني على ربي بعد تنزل قوله سبحانه عز وجل ينزل قوله تبارك وتعالى وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَا إِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ وَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ كان الله عز وجل يقول لهم يا رسولي يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها المؤمنون نبي سيأتي النصر بإذن الله سيأتي الفرج بإذن الله بعد العسر يسر بعد العسر يسر إن مع العسر يسر إن مع العسر يسر كما قال العلماء قال شبهوا هنا العسر مع العسر كالمرأة الحامل هي تحمل بهذا المولود توشك أن تضع به العسر دائما يحمل هذا اليسر في أي لحظة سيخرج ولن يغلب عسر يسرين كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فانتظار الفرج وانتظار النصر من عند الله هذا يدفع الإنسان إلى الصبر ومن باب حسن الظن أيضا أخيد ولذلك هذا يستحضر الإنسان المؤمن أن الذي يحدث ليس بغائب عن الله وما كنا غائبين ربي عز وجل يرى ويسمع يظن الواحد مننا أن هذا الذي نراه وأن هذا الذي يحدث يحدث في لحظة غياب عن الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا بل هذه الأشياء قدرها الله عز وجل قبل حتى كما قال الدكتور قبل أن يخلق الله عز وجل هذا الكون فأنا موقن بأن ما يحدث يحدث بعلم الله ويحدث بمشيئة الله ولو شاء ربك ما فعلوه وبحكمة الله وبحكمة يريدها الله سبحانه عز وجل ثم أوقن أن كل هذه الأشياء التي تحدث إنما هي بقدر من المولى عز وجل شوف لما يقول ربك عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور وش تقول للآية تقول لي يا عمدي تمؤمن؟ أنا معك ستجد من يخون ستجد من يخضل ستجد من يتآمر ستجد من يثخن في الجراحات نعم هذا موجود لكن هؤلاء لا قيمة لهم ويأتي كما قال الأستاذ مع معايشة القرآن معايشة مع القرآن أن نذكر الوقائع التي نزل أثناءها القرآن ونربط أيضا هذا القرآن بالواقع الذي نعيشه الآن أنه دستور صالح لكل زمان ومكا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد بحوالي سبعمائة واحد جيش في سبعمائة نفر في وسط الطريق يخرج ثلث الجيش ثلاثمائة مقاتل انتهت الدعوة لم تنتهي لم تنتهي توقف الإسلام لم يتوقف ما هي نتيجة أولئك الذين تخاذلوا أين هو عبد الله بن أبي بن سلول الآن وأين هو حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن أبي بن سلول خان ورجع وحمزة تقدم واستشهد نال الشهادة سيد الشهداء على الإطلاق حمزة رضي الله عنه وأرضاه ونصر الإسلام ووصل هذا الدين إلينا اليوم و هذا هو الذي يجعلنا نصبر اليوم على ما هو موجود سبحان الله شيخنا استسمحكم ما نلاحظه الآن من موجات الكثير ممن يعتنقون دين الإسلام ويحاولون أن يطلعوا على هذا الدين ويكتشفوا ما فيه من أسرار لما رأوه من إخواننا في غزة من صبر وثبات ويقين نعرج على ذلك ولذلك قال واصبر وما صبرك إلا بي يأمرنا ربه عز وجل بالصبر ثم هذا الصبر حينما ينظر الإنسان إلى الأجر لا يدفعه إلى الصبر أجره الآن الإنسان حتى الشوكة يشاكح شوكة نعم ربه عز وجل يكفر له بها الحسنات ويرفع بها الدرجات كيف بإنسان يعيش هذه الزلزلة ذلك العولة زلزل زلزالا شديدة كيف شارك اللحظات النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا يقولنا ألا أدلكم على أفضل من ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شعر قالنا أفضل ليلة له خير من ليلة القدر هذا كالحارس الذي يحرص في أرض خوف اليوم خوتنا القنابل التي لم تطلق على أي بقعة في الأرض أطلقت على خوتنا في غزة ليلة ساعة عندهم خير من ألف شعر خير من ليلة القدر ساعة موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فانتظار هذا الأجر عند الله هو الذي يدفع الإنسان إلى الصبر تلك المرأة المؤمنة التي كانت في القتال ثم أصيبت في قدمها أصبع انتاح قطع ودمها يسيل ابتسمت قيل لها ألا يؤلمك يعني ما كيش تتألمي وش قالت قالت حلاوة الأجر أنستني مرارة الألم هذا كل الأجر يعني ننتظر فيه نساني في هذا الألم أهل غزة اليوم إذا كان أهل غزة اثنين مليون ومس مليون نسأل الله عز وجل أن يرضى عنهم يارب الآن هؤلاء الأشرار يريدون إبادة هذه الثلة المؤمنة الصابرة التي هي النموذج المليح للمؤمنين في صبرهم وثباتهم وإتقانهم ودفاعهم عن دينهم ورضاهم عن ربهم سبحانه وعز وجل هم أرادوا أن يحاصرونهم سبعتاشر سنة ومحاصرينهم لا لي شيء إلا أن يقولوا ربنا الله ما كانوا الوجد وخفتنا أهل غزة وخذت أراضيهم وانتهكت مقدساتهم والغير ذلك ثم بعد ذلك إذا تألم هذا المظلوم يحاصروا العالم كله ولا كيستع الحليب بيش ما يدخلش حتى للأطفال أرادوا أن يحاصرهم ما الذي جاء ما الذي حصل أن العالم كل اليوم يبحث عن سبب سمود هؤلاء وثبات هؤلاء الغلام في صورة البروج في الحديث حديث مسلم لما قال للمالك قال له أنك لا تستطيع أن تقتلني إلا إذا قلت بسم الله رب الغلام نعم قال بسم الله رب الغلام ورمى هذا الغلام استشهد الغلام لكن ما الذي حدث أن الأمة حينها كلها قالت آمنت برب الغلام لذلك كل واحد يدخل في الإسلام اليوم حسناته لمن وأجره لمن لإخواننا في غزة لأهلنا وإخواننا إذا كان أهل الجزائر اليوم ميزان حسناتهم كلها حسنات التحم كلها في ميزان سيدنا عقبة إذا كان حسنات المصريين في ميزان سيدنا عمر وإذا كان إخواننا في الشام صلى الله عليه وسلم أن يفرج عنهم في ميزان حسنات أبو عبيدة رضي الله عنهم أجمعين وإذا كان كل اليوم الذي يقول إلى الله محمد رسول الله هو في ميزان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالذي يدفع إخواننا اليوم بالثبات ونصر هو هذا الأجر الذي سينالونه عند الله عز وجل فكل هذه المعايشة مع كتاب الله وانتظار هذا الفرج والنظر إلى الأجر عند الله سبحانه وعجل والثقة في موعود الله والثقة في أن الذي يحدث بمشيئة الله ما شاء الله كان وما لم يكن كل هذا يدفع الإنسان إلى أن يصبر وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اللهم صبرهم وثبت أقدامهم ورزقهم النصر القريب بحول الله تعالى دكتورنا خالد يونسي طفل ينزف دما ويرفع سبابته اليمنى ويتل الشهادتين ويطمئن والدته بقوله الحمد لله صور ومواقف عدة تجسد أسمى معاني العزة والصمود لأطفال غزة وأثناء تحضيري لهذا الموضوع صادفني منشور بعثت إحدى النساء تبحث عن وسيلة لكفالة أحد أطفال غزة وتربيها فردت عليها أخرى بل نحن بحاجة إلى إرسال أبنائنا لغزة لتربيهم نساء غزة كيف تربي هؤلاء الأطفال يا ترى هل هم أطفال مثل أطفالنا وكم نحن بحاجة لاستحضار هذه النماذج في بيوتنا نعم أشكرك مرة أخرى على إثارة هذه الزوايا المهمة جدا في الموضوع وأشكر فضيلة شيخنا على ما جادت به قريحته في بيان الأفاق السامية التي يصب إليها كل مؤمن في هذه الحياة آمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ما تفضلت به يا سيدتي أصبح اليوم ظاهرة عجيبة في العالم العالم كله يتساءل يريد أن يعرف سر المقاومة والصمد بكل بساطة إنه الإيمان واليقين والعقيدة الصحيحة نحن الإيمان واليقين الراسخ والعقيدة القوية المتينة لا بد أن لا ننسى أن إخواننا في غزتهم بشارة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ونبوءة الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهواء لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين كلامه صلى الله عليه وسلم واضح صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم سوف يخذلون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وهم قل لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي الله بأمره أي بنصره فالنصر وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل أين هم يا رسول الله قال في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس وغز من أكناف بيت المقدس غز نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول فيه خير رباطكم عسقلان وعسقلان في مدينة أو في قطاع غزة السر في هذه الظاهرة العجيبة فعلا التي جعلت الأطفال الصغار يستقبلون الصواريخ ببسمة بريئة يا سبحان الله طفل صغير يكتب اسمه على جسمه لتعرف هويته بعد أن يلقى الله شهيدا لعبة الأطفال الصغار لديهم لعبة رائعة جدا تسمى لعبة الشهيد ثقافة حقيقية استثمار في الإنسان بناء هذا أمر له مقدمات لم يأتي من فراغ لا تنسي يا سيدتي أن أهل غزة المقاومة الإسلامية كتائب الشهيد عز الدين القسام رضي الله عنه وأرضاه ليسوا أناسا عاديين هم من جنود الله عز وجل شرط أساسي لا يقبل أي فلسطيني لا ليدخل في صفوف كتائب عز الدين القسام حتى يختم كتاب الله حفظا وتلاوة وفهما تدبرا قبل أن يقبل يخضع لتربس ومراقبة مدى التزامه بصلاة الفجر جماعة شروط شروط عملية واضحة وهي براءة من الهفاق نعم القوة النفسية هذا شرط أساسي ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لماذا ابتلهم الله عز وجل بالنهر فمن شارب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده يريد المولى سبحانه وتعالى أن يعطيهم القوة النفسية إضافة إلى القوة الروحية الإيمانية طيب هذا تعريج فقط حول هذه الظاهرة الغزاوية وأبو عبيدة ليس يسمع أبو عبيدة هي كنيته تيمنا وتبركا بالصحابي الجليل فاتح أرض فلسطين وهو أبي عبيدة الجراح رضي الله عنه وأرضاه طيب تحددت عن هؤلاء الأطفال يا سيدتي في غزة الناس قرآنيون يعودون إلى القرآن في القرآن الكريم اهتمام بالطفولة بإعداد الشباب بالفتوة انظري لو تتبعنا في القرآن الكريم الفتوة كيف جاءت الفتوة استسمحك أستاذنا وهو ما شائع عندنا مرحلة المرهقة وشتان بين المفهومين الفتوة هذه مرحلة انتقال ما بين الطفولة إلى الشباب طيب اهتم القرآن الكريم بها عند الأنبياء انظري إلى أعظم مواقف حياة الأنبياء قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم إبراهيم محطم الأصنام وهو شاب في نهاية الطفولة وفي بداية الشباب عندما كان فتى سيدنا يوسف وما أدرك نسوة أهل المدينة في القصر عن امرأة العزيز تراود فتاها نعم في السجن ودخل معه السجن فتيان سيدنا موسى عليه السلام كان يهتم بإعداد النشء قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب أهل الكهف فتية إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم مدى إذن القرآن الكريم اهتم بالطفولة في أواخر مراحلها لو عبنا إلى هذا استثمار هذه دعوة من القرآن إلى الاستثمار في طفولة الناس وهو ما حدث في غزة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بهديه الشريف اهتم بمرحلة الطفولة الأولى قبل الفتوى أصلا ليحقق النتائج المرجوة التي ذكرها القرآن الكريم في مرحلة الفتوى اعتنى بما قبلها من مراحل الطفولة مرحلة الطفولة الأولى ومرحلة الطفولة الثانية بتقسيم علماء النفس المعاصرين طيب النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتشرع الأحكام المتعلقة بالأطفال وهي تمهد لأن تصنع من الطفل رجولا ثم أضاف بعدا آخر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهو الإشباع النفسي والعاطفي فكان الأطفال أحب شيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لما يعود نبي صلى الله عليه وسلم من غزوة من الغزوات يعود متعب معركة جهاد قتال فبماذا يستقبله أهل المدينة صلى الله عليه وسلم يستقبلونه بالأطفال كأنهم ظهور وورود يخرجونها لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يعرفون حبه للأطفال عندما نحسن الاستثمار في مرحلة الطفولة ستكون النتائج طيبة كيف ذلك؟ أعطيك نماذج سيدنا عمر كان رجلا مهيبا تصفه السيدة عائشة فتقول كان عمر إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا عمر رجل مهيب فمر كان ماشيا في الطريق وكان الصبية يلعبون فرأوه ففروا إلا صبي واحد هو عبد الله بن الزبير سيدنا عمر أراد أن يعرف قال له لماذا لم تفر كما فر الصبية فقال هذا الصبي الصغير يا أمير المؤمنين لم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك ولم أقترف ذنبا فأخافك فتعجب سيدنا عمر هذه ثمرت استثمار حقيقي وفق المنهج القرآن والنبوي دخل وفد على سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه خامس الخلفاء الراشدين فأخذ صبي يتكلم باسم الوفد مع الخليفة مع عمر أي قوة فصاحة فصاحة هذه نعم فقال له سيدنا عمر ابن عبد العزيز قال له يا بني ألا تستحي في الوفد من هو أكبر منك سنا فدعي الكلام لهم فماذا قال الصبي قال له يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو أولى بالخلافة منك لأن فيهم من هو أسن منك فتعجب خامس الخلفاء الراشدين أبو حنيفة النعمان ذات يوم كان ماشيا في الطريق وكان بعض الصبي يلعبون ويجرون فمر بجانبه صبي يركض فقال له أبو حنيفة رضي الله عنه قال له مهلا يا بني احذر أن تزل فتقع فتوقف الصبي ونظر إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وقال له بل احذر أنت أن تزل يا إمام لأنك إذا زللت زلت بزلتك أمة بأكملها فهذه نتائج ميش من فراغ نتائج قوية فما يحدث اليوم في أرض غزة كتائب القسام القسام بدايتهم أولئك الأطفال ولذلك التركيز اليوم عند الكيان الصهيوني على قتل الأطفال صراحة يستهدفون لماذا؟ هناك نصوص في التلمود التلمود الممتلئ بالعنصرية والأحقاد والجريمة المقدسة ضد القوييم الذي هو الأغيار الآخر من غير اليهود فتاوى الحاخامات تدعو إلى قتل الأطفال لأنهم إن لم يقتلوا سيكونون رجالا يقاتلون اليهود غدا ولذلك التركيز يأتي عليهم فهنا لابد أن ندرك حقيقة في أرض غزة وفي أرض فلسطين وهي الاستثمار الناجح القوي لمرحلة الطفولة استثمار في الإنسان صناعة الإنسان وأنا دائما أركز على إنسانية الإنسان أجمل ما في الإنسان أنه إنسان طيب كيف نستثمر في أطفالنا وأبنائنا بتلقينهم المفاهيم القرآنية الصحيحة يعني الوضع اليوم في غزة لا يطاق هل سمعت في يوم من الأيام أن شابا تعاطى المخدرات في غزة مثلا أو أن شابا هاجر هجرة غير شرعية مثلا أو أن شابا حاول أن ينتحر أو أن الآفات الاجتماعية منتشرة في غزة أبدا هذا لا يوجد هناك لماذا؟ لأنه فيه بناء حقيقي بناء قوي جدا هناك مفاهيم قرآنية لقا في مسألة الإبتلاء مثلا يلقنونهم أن الإبتلاء في مقدور الإنسان ما دام الله قد ابتلاك فأنت قادر على أن تقوم لا يكلف الله نفسا إلى وسعه نعم الإمام ابن الجوزي رحمه الله عنده كتاب جميل جدا وهو صيد الخاطر نعم يقول فيه من ابتلاه الله عز وجل عليه أن يفكر أن الله كان قادرا على أن يبتليه ابتلاء أكبر من هذا بكثير فيقل الإبتلاء في حقه نعم وهل يدوم الإبتلاء عند الإنسان دائما لا يدوم وإنما هي مرحلة مؤقتة وتنقض من هو الذي يزورك مؤقتا ثم يرحل عنك هو الضيف نعم إذن فالابتلاء هو ضيف من الله وما هو حق الضيف عليك أن تكرمه وإكرام الإبتلاء باعتباره ضيفا يكون بماذا بالصبر كما تفضل شيخنا والحمد والرضا بقضاء الله وقدره متجنب السخط نعم الجاهل فقط هو الذي يجعل الإنسان يسخط جميل جدا ما ذكرتموه وكم نحن بحاجة لاستحضار هذه النماذج وإلى فهم القرآن الكريم فهما صحيحا تلاوة وتدبرا ومعنى واستحضار كل هذه النماذج من شأنه أن ينشي أجيلا قويا صابرا محتسبا للبلاية ولا نلاحظ مثل هذه المظاهر كما أسلفتم القول من هجرة غير شرعية ومن تناول للمخدرات شيخنا محمد بالعالي قد يظن البعض أن نزول البلاء علامة على غضب الله وقال الفضل بن سهل إن في العلال لنعما لا ينبغي للعاقل أن يجعلها كيف نعرف إن كان هذا البلاء اختبارا أم جزاء؟ أولا الاختبار والامتحان يمتحن به هذا الإنسان المؤمن في هذه الحياة نعم والابتلاء يكون في هذه الحياة الدنيا أما العقاب فقد يعاقب اليوم وقد يعاقب في القبر ويعاقب يوم القيامة الابتلاء المؤمن كلما زاد إيمانه كلما زاد ابتلاء أعظم الناس ابتلاء والخلق ابتلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن يعلم بأن الله عز وجل رحيم حتى وإن قدر الله عز وجل عليه شيء لذنب أو لتفريط فيعلم أن المولى عز وجل يبتليه ليجتبيه سبحانه عز وجل ليصطفيه ويعلم أن هذا الذي يحدث له هو تكفير للسيئات التي وقع فيها نعم وهو رفع للدرجات التي يطلبها بل قد يكتب الله درجة لعبد من عباده يعلم المولى عز وجل أن هذا العبد لن يستطيع أن ينال هذه الدرجة في الجنة بعمله فيقدر الله عز وجل عليه أشياء ليرفع مقامه إلى تلك الدرجة التي كتبها الله عز وجل له أما العقوبة والعقاب نعم دار الدنيا والحياة الدنيا ليست دار جزاء وليست دار عقوبة نعم المؤمن حتى وإن عوقب بذنب إن صح التعبير نعم إنما يريد الله عز وجل له أن يرجع أن يتوب إلى الله يرده إليه آه لذلك المؤمن وهو ينظر إلى الذي يحدث له ينظر على أنه ابتلاء وتمحص وتنبيه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا يعني المؤمن لما تأتي بأسا يتضرع ويتوب إلى الله سبحانه عز وجل ولذلك إذا انظرنا إلى الابتلاء نتيجته نعم نتيجته هي العودة إلى الله هي الثقة في الله هي الاستقامة على صراط الله المستقيم أما العقوبة فنتيجتها هي القنوط من رحمة الله نتيجتها هي أن الإنسان يسخط عن الله عكس الرضا الذي كان يتكلم عنه الدكتور فالمؤمن دائما كل شيء يحدث له يراه من باب الابتلاء والاختبار والامتحان ننظر إلى الابتلاء من البداية أنه لا يكون إلا للإنسان المؤمن لكن العقوبة تكون لذلك العاصي لذلك المكذب أن كل ابتلاء أجره عظيم عند الله سبحانه عز وجل أن هذا الإنسان المؤمن يفهم ويوقن لأنه لا بد أن يبتل ويبتل بالخير وبالشر في قوله عز وجل فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما يظن بلي لما أعطاه الله لما ربه عز وجل بعد عليه البلاء كم يقوله هذا الله عز وجل لا يحبه وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أكرما كلا الله عز وجل يقول لنا هذا الميزان خاطئ هذا الميزان ليس الذي يريده الله سبحانه عز وجل إنما الإنسان يبتل بالعطاء والمنح يعطيك الله وينظر ماذا تفعل نعمة العافية نعمة الصحة نعمة المال نعمة الولد بعدها الله عز وجل يأخذ منك نعمة الصحة نعمة الوالد المال نعمة الولد وينظر المولى عز وجل في كلا الحالتين أي العبودية تخرجها من قلبك هذا الذي فهمه سيدنا عبد الله بن عباس لما قيل له أن ابنتك أو ولدك قد توفي واش قال عورة سترها الله ومؤنة كفاها الله ورزق ساقه الله إلي ثم قام إلى الصلاة وقال إن الله عز وجل يقول استعينوا بالصبر والصلاة المؤمن كل هذه الأشياء تدفعه إلى أن يقف بين يدي الله سبحانه وعز وجل ورجوع إلى الله دوما نعيش نحن في أمتنا هذه الأوضاع المؤمن ما هي نتيجة هذا نتيجة ما كان يتكلم عنه الدكتور أولادنا كيف ننشئون هذه النشأة استخلاص العبار الدعاء لأهلنا وليداتنا كيف يخرجوا بهذه النماذج التي يذكرها من السلف أو مما نعيشه الآن كيف نستطيع الآن بإذن الله عز وجل أن نصبر في هذه المعركة لأن ربي عز وجل هو يقول لنا يقول لنا ربي تبارك وتعالى كأن الآية تنزل الآن سبحان الله في الخروج إلى المعركة والقتال والصبر في هذه المعركة وَلَا وَرَادُوا الْخُرُوجَ لَا أَعَدُّ لَهُ عُدَّةِ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ أَقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لِلْمُمِنِ يَخْسُرُهُمْ يقول لعلنا هذا الإبتلاء بل كنارني خسر في هذا يرجع ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل هذا ربي عز وجل يقول لنا شوفوا ما تقولوا شهدوك الذين لم يخرجوا علاش ما خرجوش يقولنا ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم يقول للإنسان كل حاجة تحدث يقول سبحان الله أنا ضعيف أمام إدراكي هذه الحكمة إذن المولى عز وجل بعلمه وبحكمته يقدر هذه الأشياء أنا أتعامل معها وفق ما يرضي الله سبحان الله شكرا لكم شيخنا محمد بالعالي شكرا لكم الدكتور خالد يونسي مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة واللهم نصرا مبينا لإخواننا في فلسطين اللهم إنا نسألك الرضا والإيمان والثبات واليقين